معالي الوزيرة أهلا وسهلا بكي تقوم وزارة شؤون المرأة في ليبيا بتنسيق بعض الإغاثات والمعونات والمساعدات لإدخالها إلى غزة عبر معبر رفح حب ذلك نتكلم عن أبرز هذه المساعدات وماهيتها السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في البداية أريد أن أنوه أن قضية فلسطين ليست قضية عربية فقط ولا قضية إسلامية فقط إنها قضية إنسانية فمن لا يدعم هذه القضية فليتتحقق من إنسانيته أولا نحن وزارة الدولة لشؤون المرأة وللتصحيح نحن عضو مجلس تنفيذي تم تسليم عضوية المجلس الأعلى لمصر الأسبوع الماضي أولا نقوم بالتنصيق بدعم من حكومة الوحدة الوطنية بجهودات من وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة الدفاع لعداد هذه الأيام نجاهز لإغاثة لأخواتنا في غزة هذه الإغاثة جاءت من المرأة الليبية انطلاقها من دعم أختها الفلسطينية فكانت الحكومة لها مواقف واضحة منذ البداية بالاستجابة السريعة ودعم الإغاثة وإيصالها إلى غزة هنا الموضوع مختلف لأنها هي إغاثة نسائية تم تنصيق فيها مع منظمة المرأة العربية وكذلك مع وزيرة المرأة في فلسطين الدكتورة أمال الحمدي وعضو المجلس التنفيذي الدكتورة فريال السالم أمدونا بكل المستلزمات لتحتاجها المرأة الفلسطينية في هذه المرحلة وهي واقعة تحت تأثير الحرب والدمار الوضع أكثر من مأساوي نقوم بإعداد حقائب نسائية هي الآن قيد التجهيز خاصة بمستلزمات النساء الخاصة والتي تحتاجها النساء هذه الفترة بشكل ملح هذه الإغاثة ستنطلق بإذن الله إلى معبر رفح بالتنصيق مع الهلال الأحمر لتسليمها للنساء المستحقات وهذه الإغاثة ستكون من خلال طقم نسائي من كابتن الطائرة إلى الفريق المصاحب سيكون كرسالة من نحن الليبيات لأخواتنا الفلسطينيات بالدعم وضرورة التحمل وضرورة إيصال صوتها إلى كل العالم لإيقاف هذه المجازر الوحشية وكذلك إيقاف هذه الانتهاكات الصارخة للمرأة العربية وللمرأة المسلمة وللمرأة بشكلها أشرت معالي الوزيرة إلى أن هناك تنسيق بينكم وبين منظمة المرأة العربية وما بين أيضا وزارة شؤون المرأة الفلسطينية لو تضعينا قليلا في أبعاد وأشكال هذا التنسيق وهل اعترضت هذه الجهود أو هذه المبادرة أي عقبات أم أن الأمور تسير على ما يرام بالتأكيد موقف النساء العربيات دائما داعم وهذه الجريمة التي ترتكب حق نساء فلسطين هي جريمة ضد الإنسانية هذه جرائم مروعة هذا ترويع للأمينين المرأة والطفل باتوا ضحية هذا العدوان الغاشم بالتأكيد منظمة المرأة العربية هي فوسيفوسا من كل الدول العربية الجميع تنادى والجميع له رغبة بالمساعدة وعندما طلبنا نحن ليبيا فهو فقط دعم نجستي في التنسيق كيفية إيصال هذه الإغاثة وهذه الشحنة الدائمة لتصل إلى مستحقها نحن نتمنى أن لا تتعطل هذه الشحنة بالتنسيق مع الهلال الأحمر ووصولها إلى غزة وكذلك فكرنا في موضوع المرأة أنها لا تكون الإغاثة هذه إغاثة يكون فيها تصنيف للإحتياجات حتى لا تتعطل فهي تكون عبارة عن حقائب ترسلها الدولة الليبية أو المرأة الليبية بدعم من حكومتنا حكومة الوحدة الوطنية إلى معبر رفح ومن تم وصولها إلى غزة بالتنسيق مع وزارة المرأة وعضو المجلس التنفيذي نعم هم ساعدونا في الدعم اللوجستي منظمة المرأة العربية جميل أشارتي معا للوزيرة إلى هذه التحركات وأشكال التنسيق والمرأة الليبية باتت تحرز أيضا تقدما على جميع الصعود بما فيها دعم أختها المرأة الفلسطينية كما أشارتي هناك فعاليات ستعقد الشهر المقبل في الكويت تحت رعاية الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لدعم غزة لو تحدثين قليلا عن ما يتم نقاشه في تلك الفعالية بإذن الله الأسبوع المقبل وبدعوة من الشيخة فاطمة الصباحي رئيس الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية سيتم إقامة ملتقى للمرأة العربية بخصوص الأمن والسلام وهذا يكون بحضور فاعل لمنظمة المرأة العربية عضوات المجلس التنفيذي وعضوات المجلس الأعلى ويكون النقاش حول مساعي الأليات الوطنية العربية في قرارات مجلس الأمن حول حماية المرأة خلال فترة الحروب والنزاعات المسلحة وسيكون يوم من 13 إلى 16 فبراير بإذن الله نعم نقطة هامة جدا دعينا في ضوئها نتحدث عن آليات حماية النساء والأطفال خلال الحروب وكيف تقرأين مدى فاعلية القانون الدولي بهذا الصدد للأسف لا يزال قانون ونحن نأمل أن تطبق هذه القوانين التي يتشدق بها دعاة حقوق الإنسان على ما نراه كل يوم من صرخات أخواتنا الفلسطينيات وأبنائهم دون أن تتحرك العديد من الجهات التي نراها يمكن أن تقرر إيقاف هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية أمر مؤسف تضيق فيه العبارة في حين تتسع الإشارة إلى ما يحدث طبعا في ظل هذا العنوان يعني فعاليات قرارات مجلس الأمن للمرأة في الأمن والسلام مدى تطبيقها في الواقع تترأس ليبيا بإذن الله خلال انعقادة دورة 68 للجنة المرأة الأممية والتي تؤقت كل سنة خلال شهر مارس ليبيا تترأس حوارية متزامنة لهذا الحدث حول مدى فعالية القانون الدولي في حماية النساء والأطفال وهذا سيكون بمشاركة العديد من الدول العربية والعديد من المنظمات العربية والغير عربية والحدث والفعالية سيكون بتنظيم دولة ليبيا ولديه العديد من الأهداف وهو تحديد نقاط الضعف في القوانين الحالية لحماية المرأة وتحديد أليت كذلك تنفيذ القوانين الخاصة بالمرأة في مناطق النزاع والحروب وتحويل نشاطنا من نشاط محلي إلى نشاط دولي لإيصال صوت المرأة الفلسطينية نعم معاد الوزيرة عطفا على هذه المشاركة مشاركة ليبيا لأول مرة في فعاليات هذه الدورة الـ 68 ووضع طبعا المرأة الليبية في مصاف المرأة الأممية وتحدثي عن أهداف حب ذا لو نرصدها في النقاط لكيفية دعم المرأة الليبية للمرأة العربية لسيما المرأة الفلسطينية في هذا الظرف القاسي جدا عزيزة ما يهمنا الآن هو إنهاء هذه الحرب والإبادة التي نصفها فعلا بالإبادة الجماعية وضرورة دعم المتضررات من النساء لا يزال صوتنا صادحا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي الجميع يعرف مدى علاقة المرأة الليبية بالمرأة الفلسطينية ليبيا على الصعيد المحلي والدولي دائما للشعب الفلسطيني حكومة الوحدة الوطنية كانت من أول الحكومات التي استجابت الاستجابة السريعة من أول صرختها النساء هناك أو أول اندلاع الحرب نحن بالتأكيد نعمل ما بوسعنا لنكون دعمات كوزيرات أو كعضوات مجالس تنفيذية في منظمة المرأة العربية أن نكون يدا بيد حتى نمنع الأدى على أي سيدة عربية في أي دولة اشتركوا في القناة